الحمد لله رب العالمين ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في عدة مواضع ذكره الله سبحانه وتعالى مبسوطا ومجملا في مواضع عديدة من كتابه الكريم وهو مبتدأ خلق الإنسان وذلك أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق الإنسان أخبر ملائكته بذلك كما قال سبحانه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم إن الله عز وجل خلق أبانا آدم من تراب من طين لازب من صلصال من حمأ مسنون ثم لما خلقه وأتم خلقته نفخ فيه من روحه جل وعلا أي أن الله تعالى خلق روحا وجعلها في آدم ونسبتها إلى الله عز وجل نسبة تشريف ونفخت فيه من روحي أي من روح خلقتها كما في قول الله تعالى ناقة الله وسقياها فنسب الناقة إلى الله وكما يقال في بيت الله هذه النسبة للتشريف فخلق الله تعالى الروح في أبين آدم فأصبح بشرا سويا ثم إن الله عز وجل لما خلقه أراد أن يظهر شرفه وفضله للملائكة وذلك بأمرين الأمر الأول أن الله تعالى علم أبان آدم أسماء كل شيء ثم عرضهم على الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فأظهر الله تعالى شرف أبين آدم بأعظم صفة في الإنسان وأشرف صفة في الإنسان وهي العلم فعلمه أسماء كل شيء ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسمائها والأقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فأظهر الله تعالى لهم شرف هذا المخلوق بهذه الصفة العظيمة وهي العلم والأمر الثاني أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم تكريما له وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وكان إبليس مشمولا بهذا الأمر فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين مع أن إبليس ليس من الملائكة كما قال الله تعالى في الآية الأخرى كان من الجن ففسق عن أمن ربه لكنه كان مشمولا بهذا الأمر فاستكبر وكان من الكافرين وقال كيف أسجد لهذا المخلوق وأنا خير منه خلقتني من ناري وخلقته من طين أسجد لمن خلقت طين وفي زعمه أن النار أنها أشرف من الطين مع أن هذا غير صحيح وقد ناقشه العلماء كابن قيم وغيره ناقشوا هذا وبينوا أن الطين أنها أشرف من النار لكن هو كان يعتقد هكذا كان يعتقد أن النار أنها أفضل وأشرف من الطين وفي زعمه يقول كيف يسجد الفاضل للمخضول لأن إبليس خلق من نار وآدم خلق من طين فاستكبر على أمن ربه عز وجل وحسد أبان آدم حسده كيف يفضل هذا المخلوق علي وأنا خير منه قال أنا خير منه خلقتني من ناري وخلقته من طين فعصى ربه فلعنه الله تعالى وطرده وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون هنا نلاحظ أن إبليس كان يعرف بأنه سيكون هناك يوم بعث ويوم القيامة ويوم جزا وحساب فقال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك سأل إبليس الله عز وجل بعزته فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال في الحق والحق أقول أم لأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين وفي الآية الأخرى قال هذا الصراط من علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي فلعن الله تعالى إبليس وطرده وأما آدم فخلق الله تعالى منه حواء خلق زوجه حواء من الظلع الأيسر كان نائما ثم خلقت من ظلعه الأيسر فلما قام فإذا هي بجواره وقيل له إن هذه هي زوجتك وأمرهم الله عز وجل أمر أبانا آدم وحوى بأن يسكن الجنة وأن يأكل فيها رغدا حيث شاء إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى وأيضا يعني أخبر الله عز وجل أخبر أبانا آدم وأمنا حوى بأن الشيطان عدو لهما أمرهما أن يأكل من جميع من حيث شاء من الجنة كل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة شجرة واحدة لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين وأيضا حذرهم الله تعالى من الشيطان إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ومع هذا التحذير من الله عز وجل إلا أن الشيطان أتى إليهما وكيف دخل الشيطان هذه الجنة الله تعالى أعلم لكن الله تعالى أخبر آدم بأن الشيطان عدو له ولزوجه وحذره من أن يغويه هذا الدليل على أنه سيمكن من أن ينفذ إليهما وهما في الجنة فأتى الشيطان أبليس إلى آدم وزوجه لما أتى إليهما انظر إلى الأسلوب الخبيث إلى الأسلوب الماكر وهو الذي يستخدمه مع بني آدم ما قال لهم أكل من الشجرة لو قال لهم أكل من الشجرة ما أكل منها لكن أتى نظر إلى نقطة الضعف عندهما وهي الطمع والحرص قال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدي هذه الشجرة فيها سر لماذا نهاكم الله عنها كل منها حتى تكون ملكين أو تكون من الخالدي ولم يكتفي بهذا بل أقسم لهم بالله العظيم إنه لمن الناصحين وقاسمهما إني لكم لمن الناصح فلبس لباس الناصح وهذا دليل على أنه ليس كل من ادعى النصح والدعى الأصلاح يكون ناصحا ومصلحا فهذا الشيطان لبس لباس الناصح بل أقسم بالله العظيم على ذلك وقاسمهما يعني أقسم لهم بالله إني لكم ألا من الناصحين فدلهم بغرهما وخدعهما فأكل من الشجرة وجاء بعض الآثار الذي بدأ بالأكل أنه حوى ثم تبعها آدم المهم أنهما أكل من الشجرة جميعا كل كلاهما وقع في المعصية وفي الخطيئة سبحان الله لما أكل منها انظر إلى شؤم المعصية طار عنهما لباس الجنة فلما أكل منها بدت لهما سوآتهم بدت يعني ظهرت سوآتهم يعني عورتهما والعورة سمى سوءة لأنه يسوء الإنسان كشفها بفطرته فلما انكشفت عورتهما فزع وكيف الإنسان مجبول على ستر عورته وطفق يخصفان عليهم من ورق الجنة جعل يخذ من ورق الجنة ويستران عورتهما ثم جعل يبكيان يبكيان ندم على هذا الذي حصل وعرف بأن هذا اللعين الخبيث إبليس أنه قد غرهما فجعل يبكيان ولم يعرف كيف يتوب والله عز وجل الرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء أوحى إلى آدم تلقى آدم من ربه كلمات يقولها هو وحوى فيتوب الله تعالى عليهم تلقى آدم وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين وجعل يقولانها ويكررانها فتاب الله عليهما ولذلك أفضل كلمات يقولها التائب هي هذه الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين دائما قل كل يوم قل ربني ظلمت نفسي وإن لا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين فتاب الله عليهما لاحظ هنا أن الله تاب عليهما وأما إبليس لعنه وطراده لأن إبليس أصلا لم يطلب من الله التوبة أصلا ولم يندم وإنما فقط أراد توعد آدم فقط سأل الله أن ينظره لأجل أن يغوي آدم وبني آدم لأنهم هم السبب يرى أنهم هم السبب في لعنه وطرده أما آدم وحوى فندم وكانت معصيتهما أيضا ليست عن استكبار وإنما كانت عن حرص وطمع وشهوة فثم تاب الله عليهم لما تابه تاب الله عليهم لكن الله عز وجل بحكمته البالة قال قلنا هبطوا منها جميعا أنت يا آدم وحوى وإبليس هبطوا منها جميعا إلى الأرض اختار الله عز وجل هذا الكوكب وهو الأرض وهيئه قبل ذلك لسكن بني آدم فهبط الله تعالى أبنا آدم وأمنا حوى إلى الأرض ثم بعد ذلك تناسل البشر منهما فهذه هي قصة مبتدأ الخلق بيّنها الله عز وجل لنا في كتابك الكريم أوضح بيانا وفينبغي أن نعتبر منها ومن أعظم الدروس والعبر هو بيان عداوة الشيطان القديمة للإنسان وأنه عدو الشيطان عدو لك لا يريد لك الخير يريد لك الغواية يريد أن تدخل معه النار فهذا أعظم الدروس وأيضا من الدروس أن الشيطان له أساليب ماكرة وخبيثة على أبن آدم لا يأتي الإنسان بطريق مباشر فيوقعه في المعصية لكنه يأتيه بطرق ملتوية يأتيه ينظر إلى نقاط الضعف عنده ثم يحرص على إغوائه ولهذا قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير أسأل الله تعالى أن يعيدنا من الشيطان الرجيم وأسأله سبحانه أن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا من عباده المخلصين الذين لا يغويهم الشيطان والذين استثناهم الله عز وجل وأخبر بنجاتهم من الشيطان وبأنهم سيعودون إلى الجنة في الدار الآخرة أسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة وأن يعيدنا من النار وأن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر